سلة غذاء اليمن وصحن مائها مأرب بترابها الخصب وفاكهتها اللذيذة وهي أكثر بقاع البلاد خضراراً صيفاً وشتاءاً بفضل سد مأرب الذي لا ينضب تحظى محافظة مأرب باكتفاء ذاتياً من الخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات بما لم تستطع محافظات اليمن الأخرى توفير احتياجاتها الزراعية الكاملة وذلك بفضل سد مأرب الذي يروي أراضيها طوال العام بالري المباشر أو تغذية آبار المزارعين سد مأرب بيمثل القل في القل أولاً كان سد مأرب مفتوح وكانت الآبار عندنا من 70 متر من 50 متر الآن أنا عندي ثلاثة بيار وحدة 300 وحدة 250 وحدة 200 والماء برضه نص المدرب أنا أزرع طماط أزرع بصل وعندي ثنتين مزارع حب حب ومزرعها بصل وتشهد مأرب ذات العوامل المناخية الملائمة للزراعة المتنوعة إقبال متزايد على الاستثمار والتوسع الزراعي خاصة في زراعة الفواكه وتعد مأرب في المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في الانتاج الزراعي والأولى في انتاج الحمضيات بنسبة 74% من انتاج البلاد حيث يقدر انتاج المحافظة من البرتقال فقط نحو 130 ألف طن في العام حسب التقرير السنوي لمكتب الزراعة في مأرب ورغم طرق الزراعة التقليدية التي يعتمد عليها مزارع مأرب إلا أن انتاجهم كبير من الطماطم والبطاطس والبصل والمانجو والبرتقال وغيرها الكثير من الخضروات والفواكه تذهب هذه المنتجات بترابها طازجة بعد ترتيبها وعرضها كل صباحا إلى أسواق مأرب ومواطنها وما إن تكتفي الأسواق المحلية حتى تعود الناقلات حمولتها ثقيلة الطازجة لنقلها إلى مختلف أسواق الجمهورية منطلقة من أسواق التصدير في محافظة مأرب أسواق أبيا وعدا وتعز وأبو حضر موت وصنع أكثر المحافظات اعتمادا على منتجات مأرب الزراعية من الفواكه وبعض الخضروات لكن مأرب تحتفظ ببعض المنتجات الزراعية لنفسها مثل السمسم والبسباس والذرة الصفراء الأولوية البطاط، الطماط، الحرحب، الشمان، الكوسة، البيبر، البسباس، البنجان يعني الفواكه الخضرات بأنواعها البرتقال، كابولة، زهرة حمراء، بركة، ساجيتة، برملة عدة أنماء واجدة من البطاط، كلها تزرع هنا في مأرب لا زالت أسواق مأرب تتداول منتجات زراعية خارجية مثل التفاح والبرتقال لكن هذا لا يعني أن تظل مزارع مأرب خالية من ثمار هذه المنتجات ففي حال توفرت بذور وأسمدة واحتياجات زراعاتها ستكون المحافظة الخصبة سباقة في زراعتها وتصديرها إلى الأسواق الخارجية ترجمة نانسي قنقر